وينضم إلينا من الدوحة محمد عويضة مقدم برنامج زول كافي أهلا بك محمد بالفعل قلوبنا معكم طبعا مع أهل السودان على هذه الكارثة الفاجعة التي حلت بهم ناقشنا جانب إنساني وصحي متعلق طبعا بالأوضاع الصعبة التي يعيشها السودانيون اليوم أود أن أناقش معك مسألة أخرى متعلقة بالنخبة يعني ثمت انتقادات عديدة وجهها السودانيون للنخبة السودانية من أنها لم تكن على أد المأساة خليني أقول بمستوى المأساة التي شهدها السودان هل توافق على ذلك؟ أول شيء مساء الخير طبعا ما في شك أوافق على ذلك وكنت أنا واحد من الناس اللي وجهوا يعني انتقاد حاد بخصوص الموضوع هذا للأسف الشديد عندنا إحنا شايفين فيه تقاعس وفيه يعني أنا ما عارف يعني النخبة اللي عندنا في السودان كما سميتيها يعني كانت مثلا على سبيل الممثال ناقشت الموضوع في تغريدة وأعتقد التغريدة يمكن أن تفهمت غلط على أساس أنه هي محاولة لكسب الطعاط وكل شيء ولكن هي كانت بطريقة استعجاب أو تعجب أنه وين انتوا يا مشاهير السودان وين انتوا يا الإعلاميين وين انتوا يا قنوات السودان يعني أنا فعلا استغرب أنا قارنتها يمكن ببيروت لأنه أنا بتكلم عن السودانين تحديدا السودانين لما حصلت الكارثة في بيروت وقفوا مع اللبنانيين وده شيء طبيعي والعالم كله عارف شهامة السودانين ووقوفهم مع أخوانهم ولكن الغريب أنه لما انحصلت الكارثة في السودان يعني ما شفنا نفس الضجة ما شفنا نفس الغير على البلد جميل جدا أنك تتغير على أخوك العربي أو المسلم لكن عيب أو الغريب أنه أنت ما تغير على بلدك وعلى أهلك فده كان التعجب أو الاستغراب بنايان يعني أنا الليلة ما ممكن أشوف بيت جاري بتحرق نعم محمد يعني أشوف بيت جاري بتحرق واطلب المطافي وعندما يتحرق بيتيك واتتفرج نعم مسألة التعاطف طبعا مع مآسي الشعوب الأخرى هي جدل طويل يعني وأيضا أذكر في الأسبوع الأول لتفجير مرفأ بيروت هناك الكثير طبعا من السوريين أو الفلسطينيين قالوا نفس الكلام الذي تقوله أنت الآن لا يمكن طبعا بتأكيد المنافسة بحجم الدمار الذي يحل بأوطاننا جميعا لكن بمسألة النخبة تحديدا البعض يرى أيضا أن النخبة هي جزء من المجتمع في النهاية يعني ليست منفصلة عنه وبالتالي ربما النخبة في السودان كانت عم تغرأ مثلها مثل السودانيين وربما كانت تعيش نفس المأساة وبالتالي ما كان في الوقت لإن كان التغريد أو بث التعاطف ما رأيك بذلك؟ لا لا أنا أختلف معاك تماما يعني إحنا قاعدين في السوشال ميديا وبنتابع بنشوف حسابات كل كما يسمون النخبة يعني أنا من غير الذكر أسامي أنا شفت الناس في نفس اليوم اللي حصلت في الفيضانات ولغاية اليوم بنزلوا فيديوهات باربيكيو حفلات ولا كانوا في شيء في السودان ولا حتى يعني تغريدة أو بوست أنه الله يرحم اللي ماتوا في الفيضانات أو اللي غرقوا أو الله يكون في عون اللي بيوتهم انهدمت أو انهارت ما ما شفنا حاجة زي دي يعني وفي وحدة برضو من غير ذكر الأسامي أمكن مقرابة ثلاثة أو أربع أيام يعني ما تكلمت في الموضوع إلا لما أمها حصل لها موقف بسبب الفيضانات بعدين تكلمت حتى كان في انتقاد أنه أنت يا دوبي تذكرتي لما أمك حصل لها كده فالموضوع أنه يعني تحس أنه الناس أنا لو ما بيقيت جزء معاكم أو أنا بيتي ما وقع أو الموية ما وصلت لغاية جوة بيتي أنا ما حتكلم مع أنه في الحاجات التافة يعني ما أقول الاحترامي للمشاهدين باللاقيهم هم أول الناس اللي بيتكلموا ربما هؤلاء ليسوا نخبة إذن يعني ربما يجب أن نعيد تعريف كلمة نخبة أو مثقف لكن لو أنت تعتبر أنه هؤلاء هم النخبة في السودان أو هم مثقفوا السودان ما تفسيرك لصمتهم والانفصالهم عن الواقع إذا أنت تعتبرون أن هؤلاء من يمثلوا هذه الشريحة هو مبدئيا أنا عن نفسي أنا كمحمد ما بيعتبرهم نخبة ولكن كسبوا تعاطف كثير أو كثير من الشعب السوداني فأصبحوا عن طريق ذلك نخبة لأنه حاليا في زمننا النخبة هي أرقام لكن كونهم نخبة ومثقفين للأسف نخبة السودان الحاليين هم غير مثقفين والمثقفين مدفونين وما في أي إنسان بيكترف بيهم أو بيعرفهم أصلا بيعملوا فشنو فللأسف الشديد إحنا اللي وصلناهم للمستودة وحاليا أو الشعب السوداني هو اللي وصلنا للمستودة وحاليا الشعب السوداني قاعد بيندم إنه هو وصلنا للمستودة فإحنا دائما يعني دائما من خلال حتى برنامجنا إحنا زوال كافي بنتكلم بيقوله بيقول إنه إحنا ما نصنع التافه لأنه التافه في يوم من الأيام ما حيفيدنا يوم ما نقع في كارثة أو في مصيبة حيكون هو ماشي وراء مصلحته فدي دي دي كونه إنه نسمي إنه نخبة السودان هم المثقفين أنا أعترض على الكلمة دي كنت أتمنى إنه النخبة تكون فعلا هي المثقفة لأنه حتى للأسف حتى إعلامنا في السودان غير مثقف يعني الإعلام يعني نسأل الله السلام يعني أنا أتمنى إنه الإعلام فعلا يتغير يعني برنامج زوال كافي مما بدأ سبب أو أهم أسبابه إنه الإعلام في السودان لازم يتغير برنامج زوال كافي داخل على السنة الرابعة وحتى الآن ما شفنا أي تغيير حتى بعد تغيير الحكومة حتى الآن القنوات السودانية متقاعسة عن نقل الصورة والمعاناة اللي بعانبها الشعب السوداني ما فاضين من فوائد عصر الليمون وما فاضين من الأغاني زي ما كل العالم عارف تلفزيونات السودان بتعمل فشنه نعم للأسف إذن محمد عويضة مقدم برنامج زول كافي كنت معنا من الدوحة شكرا جزيلا للمشاهدة